ماذا أنه البداية القوية للمنتخب الفرنسي لما يسجلك مع انطلقت المباراة في دقيقة 13 ربما يجعلك يبدأ عندك مركب نقص بالنسبة للأرجنتين لا حكي مو كونترار أنا شفنا المنتخب الأرجنتيني كانت عنده نرياكسون ونعدل النتيجة وزد هدف ثاني أنا أقول بلي المنتخب هدف جاء غير بعد دوزين ميتون غير دخلوا 47 مينوت مركوا دوزين بيت كارنتيا طبعا سجل الخارج المريل أنا أقول بلي المنتخب الأرجنتيني اليوم المدرب ديالو ما عنده شتيغة في النس تشوف انت المنتخب الأرجنتيني من اللي بدأ المنديال ملقاش تشكيلة أساسية باركنت المنتخب الفرنسي عنده تشكيلة لعبة أبارد تروازيان ما شروبوزا كلكو جوار أنا أقول بلي عنده لكيب ديالو اليوم تشوف انت المنتخب الأرجنتيني من اللي بدأ المنديال هو يبدل لطاك توجور يدخل لدك بيزاو معده بفافون معده ميسي يرجع أفنصو تلعب أغويرو معده نحاق أغويرو ودخل إيقوان ملقاش تشكيلة ديالو مع انت المنتخب الأرجنتيني ملقاش كيفاش هابتلخصها في النقص الثقة بيانسون نقص الثقة نقلتها لك المدرب هو هادية هو لدارها هادية بس كنت عندك منديال لازم تتقابل بيها كيبال المنتخب الفرنسي نقول بلي من اللي بدأ المنديال عبها تشكيلة ديالو سي بورسا تلقل لزيطوماتيز وعلى بلهم كيفاش نلعبو نفس الإشكال والاعتماد على ميسي نفس النظرة نفس الإشكال الاعتماد على ميسي وفقط سي نورمال أنت تكون عندك لعب كيماميسي أحسن لعب في العالم سي أبليجي بصح نوم بصح نتايا اليوم أرون ميسي الاعتماد المبالغ فيه المبالغ شغل بزاف طيب الضغط قاعد على ميسي الضغط قاعد على ميسي أنا نقول بلي بلك كان كين مع بيش دو جوار لا نقول لك كيماميسي ميسي عندهم دي كاليتي سمع قولوا أونيفو بلك ما يصر هكذا أندي بالا باريس نعم أندي بالا من أكويرو دي ماريا عندهم لعبين يلعب بهم أنا نقول بالضغط أنا أخي هذي كنهات قلت لك حاكم قلت لك ميسي روي لعب ضغط كبير في المنتخب في أرجنتين على بيها من اللي ما شفنا المنديال ما شو ميسي هدايا علش قلت لك اليوم ميسي لاعب عادي في الأرجنتين اليوم أنا شفناها مسكين ما كاش انت تشوف ميسي ميور جوار دي مود تلقى هنتا يمين با أكسيري راسو ما قدرش يدير أكسيري راسو